خلي نروح المثال الأول طلاب أدي هذا المثال الأول ماذا قالي لك Find the share stress and thickness إذن هو طلب شنو من عندك هنا طلب من عندك إيجاد قوة القص share stress and thickness وسمك الباوندري لير بيا حالة قالي لك الحالة الأولى at the center بالمنتصف حالة الأولى الحالة الثانية at the trailing edge يعني عند نهاية الحافة عند النهاية مال الحافة مال البليته off smooth هنا لازم هذه الصفيحة smooth ملساء يقصد بيها on smooth flat plate 3 متر width عرض حدد قلت لك العرض 3 متر width 0.6 متر طول مالتها شكت 0.6 long parallel parallel بتوازي to the flow يعني أنا حاط هذه البليته بمسار متوازي مع الجريان مالتي مع الجريان مالتي immersed أغمرت أغمرت immerse 15 centigrade water يعني حطيتها في ماء هذا الماء كانت درجة حرارة 15 centigrade flowing flowing at an undisturbed velocity يعني disturb هو عشوائي disturb هي عشوائي فقال لك undisturbed إشارة إنه الفلو مالتي لمنر غير عشوائي يعني جريان مالتي منتظم undisturbed يعني جرياني منتظم بسرعة جيد مقدارها 0.9 متر per second assume leminar boundary layer إذن هو هنا نحدد الكياه للحالة هو أحددها بالسؤال قال لك assume أفرضها هذه الحالة هي leminar over the whole plate خلال كل البليتة من خلال شنو كل البليتة يعني قال لك عند المنتصف أول شيء أوجد share citrus with thickness هاي واحد وعند نهاية البليتة أوجد أيضا share citrus with thickness بعد الحالة c find the total drug force أوجد قيمة الممانعة قوة الممانعة عليمن على الجانب البليتة على جانب الصفيحة على جانب الصفيحة multi نبدأ الحلمة لهذا السؤال مثل ما قلت لكم يعني أنا عرفت إنه ماء فبالتالي كثافة الماء معلومة اللي هي 9999 أو ألف حسب اللي هو يطيك إياها اللي زوجة كينيماتيك مطيك إياها اللي زوجة دايناميك أيضا مطيك إياها الميو هذني برامترات لازم تنعطها بالسؤال يعني أنت إما table أو أنت ما تقدر توجدها فهذه تعطى إليك جاهزة بالسؤال تمام هسا نجي وضعية اللي بليتة مال في طلاب يعني أنا هسا هذه هي اللي بليتة هاي مو هاي الفوق ها هذه اللي هي عرضها شقيت عرضها عرضها ثلاثة متر وبعد طولها بوين ستة ستادي شون عرف ويت هو قاعد لك تشوف ويت ثلاثة متر لونج بوين ستة متر إذن أنت من خلال الطول والعرض مالتها بوين ستة متر تختلف الحزابات مالتك كلها تماما تماما تختلف فأنت مهم جدا أنه أنت تتحدد الطول والعرض وشوف شون الوضعية مالتها نداع تكون زين نيجي هو قاعد لك في مركز ها أول شي يعني من أجل الطول مالتي هو بوين ستة منا لهنا فبالتالي أكيد المركز راح يكون نصف المنتصف مالتي إذن على بعد يش قيد إذن على بعد 0.3 متر نصف المنتصف إذن على بعد شنو على بعد 0.3 متر زين خليني نحسب حساباتنا على 0.3 متر أجي أول شي أطلع قيمة الرينولد الرينولد ندري ستادي شون ضلعة عندك الـ اللي هو 0.3 متر عندك السرعة اللي هي 0.9 متر وعندك الـ التي هو مطيك إياها بالسؤال فأجي أطلع قيمة الرينولد على بعد أو على مسافة 0.3 متر طلعت قيمة الرينولد هنا 237 ألف 237 ألف إذن هي أقل الـ 500 ألف إذن الحال اللي عندي هنا هي واضحة هي لمن الرفلو وهو أيضا هو قائل لك لمن الرفلو إذن تحققت الكلام السؤال والقيم بالحسابات مالتي طلعت قيمة الرينولد من طلعت قيمة الرينولد قلت يا بهذا أقل الـ 500 لمن الرفلو الدلتا أجي أطبق قانون الدلتا بحالة حالة الامير اللي هي 0.46 في قيمة الـ X على جذر الرينولد على جذر الرينولد مو أروح أطبق حالة الـ تيربولنت فلو بقوانينها على حالة الـ لمن الرفلو بقوانينها إن أنا راح يكون السؤال عندك بمشكلة وراح يكون السؤال عندك خطأ أجي أكمل 0.465 الـ X عندي أنا عرفت هي 0.3 فعلى تحت 237000 اللي هي قيمة الرينولد تحت الجذر حطيتها طل طلع لقيمة اللير أو الثيكنس عند X 0.3 هذه الارتفاع 0.8 مليمتر هذا قيمة الثيكنس عند المنتصف بعد رايد شنو الشير سترس نيجي الشير سترس أيضا نفس الشي من قانون الشير سترس اللي هو أكيد قلنا هذا موجود عدي أيضا بالمحاضرة هذا 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 قانون الشير سترس طلع هذا قانون الشير سترس اللي عندي أجيب أحط للقانون نجيب نحط للقانون هذا هذا القانون مالتي فبالتالي قيمة الميوم معلومة الكثافة معلومة السرعة أيضا معلومة والأكس ينفسها 0.3 الأكس قيمتها 0.3 فبالتالي وجدت قيمة الشير فورس عند المنتصف وكانت القيمة مالتها 0.35 نيوتين ميتر سكوير هذه الفرع A عند المنتصف أسا خنشوف الفرع B اللي قال لك يعني عند نهاية الحافة عند النهاية الأخرى النهاية الأخرى الحافة لهذه البليت زين عند النهاية إذن إذن إجد راح تكون الأكس هنا أكيد إجد راح تكون طلاب شون إجد قيمتها هنا أكيد راح تكون قيمتها 0.6 فمن أجي أطبق الرينولد مالتي على 0.6 أجي أطبق الرينولد أريد أشوف الرينولد بعد ني ضمن نطاق اللي من نارف لأل أغير الحالة فأكيد أجي في السرعة مالتي اللي هي 0.9 على قيمة الني بالتالي طلعت لي 477 ألف يعني تقريبا راح توصل لحالة الانتقالية الثانية اللي هي بين الترانزيشن اللي هي بين أكبر من 500 بس قريبة ثانية ضمن الأمن أرف لذلك ما أقدر أطبق القوانين ما الحالة الثانية أظل مستمر بتطبيق القوانين الخاصة بالأمن أرف لذلك طلعت قيمة الرينول طلعت 477 8 477 1876 إذن أقل من 500 ألف إذن قوانين اللي من أرف له بالتالي الدلتا أيضا أطبق نفس القانون بس هنا ما أطبق ها X أطبق ها L إشقيت القيمة هنا L هي 0 6 وقت جذر الرينول اللي عندي اللي طلعت استخرج عندي طبعا راح تطلع لك القيمة بالمتر انتبه ظلاب تطلع القيمة لأن حساباتي كلها بالمتر فتطلع لك القيمة بالمتر تطلع القيمة شنو كلها بالمتر زيان فتحول لياها إنت إلى شنو لازم تحول لياها إلى الملي متر تضرب لياها في ألف تحول لياها إلى ملي متر فطلعت لي هنا الدلتا هنا في نهاية الصفيحة كانت قيمة هجقد 4 ملي متر وني جنباوع هنا فأكيد هي في نهاية الصفيحة الدلتا هي أكبر من المنتصف مالته أكيد أكبر من المنتصف مالته لذلك هنا طلعت لي هي 4 في حين هنا كانت القيمة مالة هجقد 2.8 2.8 هذا نحكي لير خفيف بسيط تخيل أنت بعد اللير عن الصفيحة هو عبارة عن 2 ملي شوف اشقد يعني قليل المسافة طلاق اشقد قليل المسافة طبعا عدنا بالمختبر أيضا موجودة هاي تجارب بس ما أصور اللحق يعني نأخذها لأن وإلا هذني تجارب كله الموجودة أيضا ضمن المختبر زين وراء ما استخرجت قيمة الثكنة سمالت اللير أوجد قيمة الشير فورس نفس القانون مالت اللامنر أجأ طبقه يعني قانون اللامنر لحالة الشير فورس وجدت هذا القانون اللي ميو في الرو في اليو كيوبك على الال الال هناك طبقنا اكس اللي قلنا بوينت ثري هنا أنا أطبق الال اللي هي بوينت ستة فبالتالي وجدت قيمة الشير فورس طلعت عندي بوينت ثلاثة سبعة ثمانية أيضا الطاني مؤشر قلت لكم دائما في مقدمة البليتة تكون قيمة الشير فورس أعلى ما يمكن كل ما تبتعد كل ما أتقل قيمة هذه الشير فورس فبالتالي عند البوينت ثري كانت قيمة الشير فورس يجد بوينت خمسة ثلاثة خمسة في حين هنا أنا في نهاية الصفيحة كانت القيمة بوينت ثلاثة سبعة ثمانية إذن قلت قيمة الشير فورس بالمقدمة كل ما تكون قريبة من المقدمة تكون عالية كل ما تبتعد تكون قيمتها أقل كل ما تبتعد تكون قيمتها أقل الفرع الأخير اللي هو رايد بي شنو رايد بي قيمة الدراك فورس الدراك فورس رايدها أيضا نفس الكلام قيمة الدراك فورس من القانون مالتها الخاص بحالة اللامنر وهو طبعا هذا القانون النفسي قلتني اشتغل عليها النفس القانون هي ضرب حاصل ضرب cd اللي هي دراك كوفيشنت في قيمة الرو كثافة في قيمة السرعة تربية على 2 في قيمة الارية في قيمة الارية هنا أنا ما مطيني فقط طول هنا أنا مطيك طول بعرض فإذن الارية موجودة فهنا أنا أجي أول شي أستخرج قيمة الدراك كوفيشنت اللي هي من القيمة 1.3 لأن لم نرف له بنا على تحف على جذر الرينولد عندي جذر الرينولد معلوم الحالة الأخيرة طبعا هو طالبها الحالة الأخيرة فطلع قيمة cd اجي عوضها هنا وعوض عن قيمة وعوض عن قيمة الدنسيتي والل والبي اللي هي 0.3 في 0.6 3 في 0.6 متر وبالتالي استخرج قيمة الدراك فورتس القوة الإعاقة المؤثرة على هذه الصفيحة وجدها وكانت قليلة قيمتها 1.4 نيوتن 1.4 نيوتن السؤال الثاني أيضا شوية بفكرة قل لك water at 10 درجة حرارة هذا الماء كانت 10 سنتيجرات flowing تجري over a plate يجري فوق صفيحة with uniform velocity يعني سرعة منتظمة off اجي قيد السرعة يوم 3.4 متر per second what is the distance ما هي المسافة ما هي المسافة at which the transition occur يعني ما هي المسافة اللي بعدها ما هي المسافة اللي على الصفيحة اللي بعدها راح نتحول transition occur تحدث الحالة الانتقال from laminar to turbulent boundary layer تحدث بها حالة الانتقال من ال laminar إلى turbulent layer هذا الفرع الأول فرع b ما هو thickness at point of transition ما هي السمك أو thickness مالت اللي على ما التي شوين عندنا نقطة الانتقال يعني يقصد بها نقطة الانتقال من ال laminar flow إلى شنو إلى turbulent flow فنجي احنا رسم بسيط حتى دائما يعني ارسم دائما حتى اشوف الحالة شون دا تكون اوشي قلنا يعني ال properties احنا دائما قلت لك نطيها بالسؤال يتجي دائما بالسؤال فبالتالي هذه هي الشريحة مالتي او البليتة هنا اول حالة تكون laminar بعدين تحولت عندي حالة شنو حالة صارت transition يريد ايجاد المسافة اللي عندها صارت صارت تحول وشقيد الثيكنس فهو رايد delta c ورايد x c نجي نجي اول اول شي انا ادري عند التحول راح يكون عندي رقم رينولد قلنا اقل ال 500 اذا انا ورا هذا الرقم راح يبدي عندي حالة التحول من الليم للمنر الى التيربول انتفلو فبالتالي رقم رينولد هو 500 الف شي ساوي لك السرعة u السرعة u معلومة عندي نعم معلومة انا عندي 3.4 متر في قيمة ال x ال x انا اريدها انا مطلوبة على قيمة ال new ال new ايضا معلومة فبالتالي من اجه تعوضت اعرفت صحول x critical او المسافة اللي بعدها راح يكون حالة ال boundary راح تكون تيربول انتفلو فاجهت حطيت القوانين قدنا اليوم معلومة الكينيماتيك بسكوتيتي معلومة والرينولد معلومة القيمة ماتفة فبالتالي فقد فقط ال x هي المجهولة فعرفت انه على مسافة اشقد المسافة ايضا بالمتر بعدين حولناها بالملي متر على مسافة 192 ملي متر من بداية الصفيحة راح تكون الحالة critical او حالة transition تبدي عندي او حالة الانتقال ال turbulent flow راح تكون بادية عندي تمام اذا انا عرفت المطلب الاول عرفته يستريد او الثيكنس او الدلتا في هذا المكان هذا شون اعرفه ايضا اطبق بعدني انا ضمن النطاق مالت المنور اجي اطبقت القانون مالتي مالت المنور بس يا اكس هنا انا راح اطبق ال اكس اللي انا وجدت المسافة الحارجة او critical distance اجي تعوضت 192 ملي عند هذه النقطة نفس القانون مالتي مالتي الرينول بالدلتا 4.65 على جذر الرينول الرينول معلوم عندي 500000 انا يعني هو المنطقة اللي اجتغل بها هي 500000 نقطة الانتقال الاكس هي نفس الاكس الازاحة اللي عندي صارت 192.1 ملي ميتر فبقت عندي فقط الدلتا سي او ثيكن سمال تلير واللي طلعت عندي قيمتها 1.2 6 ملي ميتر هي المسافة اللي وراها يعني هيا هيا عند بالضبط عند نقطة الانتقال هي هذه قيمة الازاحة الافقية اللي هي الاكس وقيمة الازاحة العمودية او قيمة الدلتا او الثكنة اسمال تلير مال تي طلعت قيمتها 1.2 6 يعني شوية بفكرة هذا السؤال بس حتى تميز شون الحالة داع الصير شكرا